ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 واطلع جلالته خلال الاجتماع على نتائج تقدم سير العمل في تنفيذ توصيات الاستراتيجية منذ اطلاقها في ايلول من العام 2016 بهدف النهوض بقدرات الموارد البشرية وتأطير عمل جميع القطاعات المعنية بعملية التعليم تداء من مرحلة الطفولة المبكرة وصولا إلى سوق العمل وأكد جلالة الملك أن تنصيق جميع الجهود وتكاملها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية أمر ضروري ويجب أن يستمر وفقا للآلية المتفق عليها لتحديد المسؤوليات